السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. انا احمد شيتون. رضا ان شاء الله اتكلم معكم او قريكم عن افضل واصع واجمع طريقة تقدر تبعد بها الملفات بتاع تكميل التليفون على الكمبيوتر والعكس. فيه بصراحة برنامج انا مش عايفة جماعة يعني لدي ناس كده جدا او يوتيوبرية كده جدا. ما بيتكلموش عن البرنامج ده. برنامج ده قديم مش جديد ولا حاجة. انا حرفين ما باشتغلش بغيره اصلا. بقى ايه هو البرنامج ده وطريقة استخدامه ازاي ده وموضوع حياتنا رضا ان شاء الله. بس اكيد لو انت مهتم ما تبخلش على بلايك كميت جيميز زي كده اشترك في القناة وانت مش مشترك. فهزور الجرس. ويلا بينا على الشرح يا شباب. اه طب يا جماعة رجلنا طبعا بعد الانترو كالعادة نخش عطل في موضوع الحلقة. طيب بصوا يا شباب انتو انا طبعا وصلت بتليفون بتاعي. هتفتح التليفون عندكم وهتخش على مدجر جوجل بلاي او حتى المدجر بتاع سامسونج. خلينا مسلا في جوجل بلاي. وهتكتب طبعا في سامسونج فلو. هو طبعا البرنامج مجاني وهتنزله بشكل طبيعي جدا. طيب بعد ما هتنزله هنا كده شوية. هتيجي طبعا برضك عندك على الكمبيوتر عندك. وهتفتح وهتيجي برضك في سامسونج فلو. وهتقول برضك هنا كده انستول وبرده كزي 서غنطن هديه يقضلين بلكو هو موجود بشكل مجاني وهينزل طبعا معنا بشكل طبيعي جدا. طيب احنا كده خلاص يبقى نزلنا البرنامج موجود عندنا على الكمبيوتر وموجود على التليفون. هنيجي طبعا عندنا في التليفون ونقول له هنا كده هنفتح البرنامج يعني. قول له هنا. وطبعا يا جماعة لازم يكون شبكة الواي فاي. اللي موجودة على الكمبيوتر عندك هي نفس اللي الموجود على الموبايل. هتقول لي طبعا ان الكمبيوتر بتاع ما فيش واي فاي. عادي مش مشكلة بس يعني الكابل اللي طالع من الراوتر وداخل فيه الكمبيوتر عندك يعني لازم يكون نفس الراوتر ده اللي انت لقيت منه. يعني فمين اقصد ايه? لازم يكون الكمبيوتر وموبايل بتاعك على نفس الشبك. فهتقول له هنا كده قلاو ادروس لحد دي كلها عادي خالص. هنا بقول لك عايز يدري بلوتوست قل له ماشي. وكده شغله طيب بصيب ده كده هدي قرب دك البرنامج من على الكمبيوتر هنيجي هنا كده ا يعني ان تعمل يعني بين الكمبيوتر ومن الموبايل عن طريق بلوتوست ولا الواي فاي او أنا شاف طبعا افضل الواي فاي طبعا اسرع بكتير جدا ما تعملش عن طريق بلوتوست. خليك في الواي فاي هنختار دية فهناخد بالنهوت على الكمبيوتر هنا جاب لي هوت الرقم ده وهنا على التليفون فهقول له هنا كده تمام اوكي فهقول له هنا كده اوكي طيب قد دينا برضك هنا الصلاحيات ادي له كل صلاحات اللي هو عايزة او هنا عايز صلاحيات تانية هنا هوت هاديه طبعا الصلاحات اللي هو محتاجة اقول له هنا كده اللاو وارجع تاني طيب هو كده خلاص بقى فيه بين التليفون وبين الكمبيوتر ده كده ده كده التليفون وشي ما اتلقبطوش وده الكمبيوتر. طيب انا بقى هجرب دلوقتي ان انا ابعت حاجة من التليفون للكمبيوتر والعكس. انا دلوقتي اهو قدل الموبايل بتاعي لو عايز ابعت اي حاجة اه ترغط على زائد هنا كده. وهنيجي مسلا هنفترض هنا هبعت فيديو مسلا. رغط على الفيديو هنا وهنفترض مسلا هبعت الفيديو ده. هعلم عليه من هنا كده. وهقول له هنا اهو. لو ناخد بالنا هنا بيحمل عندي على التليفون اهو وهنا على الكمبيوتر كده ابعت خلاص على الكمبيوتر. طيب انا مسلا فرضا لو عايز العكس بقى لو عايز حاجة من على الكمبيوتر ابعتها على التليفون. فنجي مسلا ناخد ايه ناخد مسلا حاجة زي الملف اللي هو المتغضة. اي حاجة بقى يعني الفيديو بقيا كان يعني. بس دع سبيلت تجربة يعني هاخده كده ورميه هنا. تمام? انا ايه برضو كان هو بيحمل عندي على الكمبيوتر. وعالتليفون ناخد لكم السرعة يا جماعة الموضوع بيتنقل بسرعة جدا. طيب الحاجة بقى اللي جات على الكمبيوتر دي موجودة فين يا عام شيتو. هتخش يعني عندك طريقتين ممكن تجيبهم بيهم. ممكن تخش هنا على اللي هو عندك. بعد كده تخش عندك على اللي هو فين البيكيتشار. هيت. هتلاقي عندك هنا اسم سامسونج فلو. هتلاقي اهو ده الفيديو اللي انا بعدته من الموبايل اللي هي الكمبيوتر. او لو انت عايزك تصار من بوشاطة العطول. هتضغط على التلات نقط اللي فوق بعض ضمت اضغط عليها هنا كده بحك اقول لنا هيت بتاعك تلقية عطول الفولدر اللي فيه الحاجة اللي جات لك. فبس شباب ده بصراحة كانت افضل طريقة يعني انا انا عن نفس انا مابستخدمش غيرها بصراحة. اي ده انا عايز انقلها بين التلفون بتاعي. بينها وبين الكمبيوتر دي يعني بستخدم بصراحة برنامج سامسونج فلو ده. هو برنامج جميل جدا ومسته زي ما قلت لكم او هو يعني احلى حاجة بكم استخدمها فقط طبعا لتلفونات او هواتف سامسونج. وبس اشبب داك اشترح النهاردة. لو اعجبتك الحلقة ما تبخلش على بلايك كومنت جميل زي كده. اشتركوا في القناة انت مش مشترك. فعزر الجرس وبس كده يا شباب. سلاة.